تقول السائلة سيدة تقول إنها ترى في المنام أن أمها تائها دائما فما تفسير هذا العلم عند الله ولكن الذي أنصح من تكثر هذه الرؤى بالنسبة لها ألا توليها كبير اهتمام لأن هذه الرؤى شارعة تتهننا فإذا رأينا ما يعجبنا وما يدخل السرور علينا فإننا نفرح بذلك ونستبشر ونخبر بذلك من نحب فيؤوله على وجه حسن لأن الرؤية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على رجلي طائر إذا فسرت وقعت فشكي يفسرها الإنسان واحد تفسير مزين كتوقع على ذلك تفسير مزين إذا فسرها على شيء تفسير قبيح كتوقع على الوجه القبيح حيادا بالله فلذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نخبر بالرؤية إلا من نحب نقصها على عالم بالتأويل ولا على شيء واحد ناصح ولا شيء واحد عزيز علينا لأنه سيتأولها تأويلا حسنا لكن إذا رأينا ما يشق علينا وما يحزننا فالأصل أننا نكتومه فلا يضرون بإذن الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه يرى في المنام أنه قطع رأسه فتدحرج فتابعه يعني قطع له رأسه وبدأ تي غادي بحال شكورة هو غادي تابع رأسه بشي يز فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال على ما يحدث أحدكم بتلاعب الشيطان به هذا الشيطان تتلعب عليه وكيجي وكيعود هذاك شي للناس فالأمور التي يراها الإنسان ويحزن بسببها ومنها هذا كتشوف ما هي متسمها كتشوفها مضرة تألفا يعني لشك أنك تحس بالحزن ولا كتشوف ما لابسه شي البسمة شي هو هذاك ولا كتشوف الهيئة ديالها وش الصورة ديالها مسيفة في واحد شكل قبيع هاد الأمور ما خصش تحكيها ولا الإنسان كيشوف رأسه غادي كيجري ولا طايح من شي جبل ولا تابعن الحناش والفاعي وكلا وكيفوق مفزوع وكيمش كيعود كيقول لك خير وسلام عش من خير وسلام هذا فمثل هذه الأحلام لا يجوز أن يقصها الإنسان هادي كيكتمها فإذا كتمها فإنها لا تضر إذن شو أجب على الإنسان من اللي يشوف شي حاجة قبيحة كد خلع للحزن ورماتور فيقى يتفل عن يساره ثلاثا ويستعيد بالله عز وجل من شري ما رأى فإنها لا تضره بإذن الله هذا هو العلاج شفت شي حاجة قبيحة أتفل عن يساري وأستعيد بالله من شري ما رأيته ثم إن شاء الله تعالى لا يصيبني شي ولا شفت شي حاجة اللي مزيانة ويمكني يكون عندها واحد تأويل حسن نقول هالشي واحد عنده علم ولا شي واحد عنده نصيحة ولا شي واحد كي يحبني على الأقل لما هذا يقول لك ما عارف شذاك شي ولكن إن شاء الله خير اللهم أجعله خير إذن هذا هو التفصيل الذي يذكره العلماء والعلم عند الله تعالى اشتركوا في القناة